هس انا دار اسألكم اولاد المهدي سؤال ليكم بس ما عليش ما تشكيك لكن سؤال سؤال انا بسألكم اليمام الصادق ربنا يرحم التابوت بتاع اليمام الصادق المهدي الجميل الامارات نزل لحج السودان عندكم لا انتم متأكدين انه الصادق ده جا في التابوت ده ولا التابوت ده ما فيه اليمام بس عالكم سؤال بس سؤال بس والله سؤال بس لانه في كورونا الاشتراطات الصحية بتاع الكورونا لما يقول لك الجسة ما تفتحها حتى لو جبت الجسة دي الاشتراطات اللي بنعرف ان احنا انا بس سأل اسهلة بس اسهلة مشروعة والله يا اخوان لا تشكيك في زون ولا في اي حي لكن بس اسهلة مشروعة بس الاشتراطات الصحية انت لمن يدوك الجسمان لانه انا مرد بي الحالة دي عادة بيكون مكيس بيكون مكيس الجسمان بيكون مكيس بيكتبو لك فيه هزر اللي هو بتاع الكورونا ده بيدوك له مكيس بيكتبو لك فيه هزر الهزر ده بيورك انه يا اخي لا تتعامل مع هذا الجسمان لانه ما تغسله ما تعمله اجي اجراط لانه فيه كورونا دي الاجراط انا مريت بالظرفي دي عنا باتكلم مريت بالظرفي دي عنا لكن قد تكون لانها كانت صغيرة وكده بيص صغيرة بيدوك لكن بتجيب الصندوق حقك دي الاجراط نحنا هنا بتودي صندوق حقك بتفتح صندوق بيدخلوا لك الكيس ده الصندوق فيه هزر بيقول لك ممنوع انك من هنا وطوالي تدفنه ما تفتح بنفس الاستراطات انا بسألكم سؤال انتو هس يا ولادة الصادق بتتكلم عن مؤامرة للصادق انا بسألكم سؤال التابوت بتاع السيدة الامام الصادق المهدي النزل في مطار اخر طمده هل فيه جسمان السيدة الصادق المهدي انتو شفتوه بعينكم سؤال بس والله ما مؤامرة انحنا ما نتكلم عن مؤامرة ما ينتفي مؤامرة انا ما اتكلمت انا طيلة فترة فترة سكتنا قلنا والله ما دارين لا دارين نتكلم في قضية الصادق المهدي ولا دارين نفتح الملف ده ولا دارين نفتح قضية التابوت. لكن انت براكم جيبتوها. انا بسألكم الاشتراطات الصحية. التابوت الادو كل من هناك ده. مش كتبوا لكم فيه هزر. جيبتوه لحد ما دخلتو. عليه رحمة الله الامام جيبتوه دخلتوه في البيت وجوه الابناء تحلقوا حوله. انتو فتحتوا الصندوق شفتوه الصادق ده السيدة الامام ده قاعد جوا. ولا منعوكم قال لكم ما تفتحوا الصندوق وتشوفوا الامام ده قاعد جوا. ده اسئلة مشروعة. لان انتو فتحتوا الباب منو الكتل الامام. امشو فتش وشوفوا المستفيد من قتل الامام منو. لكن ما بتجاوبوا عليه. وهس يخليهم ما يقولوا. دي لك اولا الصادي خلوني يقولوا. نحن والله ابونا ده لحد ما جاء التابوت فتحناه وشوفناه وسلمنا عليه في رأسه. هل هم عملوا الكلام ده ولا اشتراطات كورونا. قال لهم ما تفتحوا. ما 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 تفتحوا. هسئلة مشروعة. امشو فتشو. لكن الكلام ده كله حصل. الكلام ده لما تجي تربطها لحداث دي كلها. كلها ما بات. بتحس انه في مؤامرة كبيرة جدا قاعد تتين في البلد. ومريم جات قاعدة في وزارته خارجية. الام بتنفس في مشروع. الام موقف السودان اللماء مع مصر شون? انا ده رسالي قدت اللماء موقف السودان مع مصر شون? في صدام هذا. نحن لحد قبل ما جاء مريم. ياسر دزاتو. ياسر عباد دزاتو. موقفه? ماذا يا الليلة? اتغير الموقف. مية وتمانين درجة اتغير الموقف. لا اتغير الموقف. لانه مريم جات قاعدة لانه الامارات السد بتاع النهضة ده الامارات مستسمرة فيه. شون ما يجي زول يقول لك والله السد ده ونحن والسد ده ما بعرف السد مستسمرة فيه الامارات. لكن نحن موقف السودان لحد قبل ما جاء مريم نحن موقفنا باختلف. وعشان نجي نقول لها بعد ده في السد. نحن في حاجة حقه الناس فما في سد النهضة ده. نحن ومصر عندنا قضيتين مختلفات. الناس بيتكلموا انه السد ينهار ما ينهار ده كلام بتاع ده كلام بتاع انشاء ساكد. كون السد ده اتبنى وقام اتخسروا فيه قروش. السد ده بكلف قريب ستة مليار يعني. قروشه كثيرة جدا. مستثمرين فيه. اسرائيل مستثمره الامارات مستثمره. الدول كثيرة مستثمره. في زال بيجي بكبالة وكم مليار في الارض تحت وهو ما عارف انه السد بيقوم ولا ما بيقف. هس الناس بيتكلموا انه جدلت امي السد والله بينهار ولا ما بينهار. السيبيا لما بنت السد وعملت دراساته هي عارفة السد تبنى على جنو? والكلام اللي قاله وزير السد السابق. الان المصريين ده لما يتكلموا عن السد ما بجيبه مهندسين. ليه ما بجيبه مهندسين? ما هو ده سوال ده سوال جوهري سوال جوهري. مصر الان في الاعلام مصري الاعلام الان بيتكلموا الاعلام البروباقاندا لحقتنا الشغالة دي كلها هجوم على السد. لكن زي ما قال وزير الاعلام السابق ما بيتكلموا كلام بتاع مهندسين. احنا داني نجو مهندسين. ما هو السودان ده ياسر ياسر عباس هسي وزير الرأي القاعد ده. نما انشئ السد هو كان في وزارة الرأي. لانه هو كان مسؤول الرأي. يعني كان في خبراء قاعدوا قالوا سد النهضة ده من ناحية بتاعت انه يقوم ما فيه مشكلة. هو السد لو اصلا بنهاره بيقع براه. مصر ما تقول تتفرج وتخلي يقع براه. ده كلام انه علمي طبعا. ده كلام يتكلموا كلام مع علمي ساكل. مسألة انه والله السد ده او هيقوم يملوء البحيرة بتاعت السد لانه بغادي ستة وسبعين مليار متر مكعب وما بعرف السد بيقع ما بيقع لانه السد كان وجع قبل ما نحن نتضرر اسوريا ستضرر. فمسألة انه السد ده يقع ولا يقوم دي ما المشكلة. دي ما المشكلة. نحن عندنا مشكلتين مختلفات. وحق الناس يركزوا لهم. نحن في السودان ما بيهمنا السد يتملي الليلة. ما عندنا مشكلة. هسه كان السد يتملي ما عندنا مشكلة. ما تسمح الجواطة دي. نحن ما مشكلتنا في انه السد يتملي في خمسة سنة ولا عشرة سنة ولا ستة سنة. نحن مشكلتنا بتختلف من مصر. ودي عارفنا الناس القاعدين. نحن مشكلتنا في آليات تشغيل السد. نحن السد ده كونه يقوم كويس بالنسبة لنا. لانه بنظم لنا الموايا حقاتنا. بس. حس المصريين دي اجلبتهم لي واب 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 واب. هم مشكلتهم زيته بس ما دايرين السد يقوم. لانه السد ده لو قام بنظم حركة المياه. بس دي مشكلة مصر. دي مشكلة مصر. نحن دارين السد ده الان ده الكلام اللي قاعدوا. قاعدوا ناس كمال محمد. من اتر خبراء المياه اللي موجودين في السودان. وزير النفطة القديمة. وزير الرية القديمة اللي اسمه كمال عمك الشاهد ده. عندنا ناس قاعدوا والسد ماشوا. وعندنا فيه مسلحة نحن. انه السد والله لو قام نحن فقط مشكلتنا في آليات التجريب. بس. نحن دارين نمشي نبعد مع يسوبية تحت نقول له والله انت يا يسوبين. السد ده هتشغلو كيف? لما انتجوا بعدين تفتحوا بوابات السد وتصرفوا المياه هتصرفوها كيف? هنعمل تنسيق في 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 واقع السد. اشان انت تفتح بوابات السد. انا هنا افتح. يكون عندي خزان الرصير. بس تعب لي. اه مياهك الانتجاية. عندي خزان. عندي. يعني انا افتح الخزانات حقتي ليه السد مروي. اكون انا مهية. انا افتح متين. نحن في آليات التجريب. دي مشكلة السودان. نحن مع مشكلتنا في المياه ملكة. نحن لالليلة. لما نجي نتكلم في قضية المياه. انت بتجي تشوف مياهنا المسربة. ماشى مصير. اكتر من تمانية مليار متر مكعب بتعموها. السودان ما مستفيد منا حياة. قاعد تمشي مصير بهنات. لكن السد نمن يقوم بنظم الحركة بتاعت المياه. انا ذاتي التمانية مليار متر المكعب حقتي الما قادر استفيد منها دي بوجود السد. نمن انا انسق مع الاسيوبيين. ويكون في تفاهم بيننا وبين الاسيوبيين. انا اسيوبيا التخزين ليه المياه بس. والان سد النهضة ده زي ما قال الوزير السابق. سد ما للاستخدام. ما للاستخدام الزراعي. لتوليد المياه. وفي فريق. في فريق. في فريق بين السد. نمن يقول انت تنشئ السد عشان تستخدم المياه حقته. مسلا تستخدمه مسلا في الريف الزراعة في غيره في غيره. سد النهضة انشئ فقط للتوليد الكهربائي. بحيرة السد الخلفية اللي بتستوعب ستة ستة وسبعين مليار متر مكعب دي. مهمة الاساسية لتوليد الكهرباء. يعني ياسيوبيا ما بتستخدم المياه دي. لزراعة ولا غيره ولا غيره. ودي انا في مصلحتي. لانه ياسيوبيا بتحتاج كل سنة تفتح. تفتح خزانات. برضو عشان الضغط بتاع البحيرة للموية تكون ورقة كثيرة هناك ما يحصل انهيار. بيفتح التصريح ده. انا في السودان ده رقعد مع الاساسيوبيا. اناسيغ معاهم. يا اخي اتنا من تجي تفتحوا افتحوا في الزمن ده. ونحنا نفتح. نتفاهم مع اساسيوبيا. دي المشكلة كل الكلام ده. انا كلام ده اللي اقوله لانه انا خبير في الانه انا خبير في في السد ولا انا خبير في في لكن ده الكلام اللي قالوا الخبراء بتاعنا السد. نحنا مشكلتنا في آليات التشغيل. عشان كده السنة الفاتت ليه نحنا غيرقنا. هس الناس لو ملاحظين السنة الفاتت. حصل غرق لان اساسيوبيا بدت المالي بدري. حصل جاة الفيضانات زادت اضطرت اساسيوبيا تفتح الخزان. عشان تصرف المياه لانه في ضغط. نحنا غيرقنا. المصريين بهناك ابو يفتحوا السد العالي. المصري لا بدت تفتح بوات السد بهناك. عشان كده خرطوما السنة الفاتت غيرق. دي واحدة من الاشكاليات اللي ما يتكلم عنها المهندسي. قالوا نحنا مشكلتنا اننا ما تكلمنا في آليات التشغيل. لو اتكلمنا في آليات التشغيل السودان ما بيغرق. لكن السنة الفاتت نحنا غيرقنا لانه تبعنا مصر. نحنا مفروض ما نتبع مصر. مصر مشكلتها انه السد يتمالي بعد كم? دي ما مشكلتنا نحنا. اه مشكلتنا نحنا. انا واحد من الناس بقول زي المخترح الجالات يسيوبيا. يجب فصل التفاوض. السودان يتفاوض براه ومصر تتفاوض براه. بس السودان يمشي يتفاوض على آليات التشغيل وعلى الشيء الدائره هو والمنافع البيجنية هو من صد النهضة شنوه? ومصر تمشي تتناقش مع الاسيوبين في قضية تنمية. تملوها بعد خمسة سنة. تملوها بعد عشرة سنة. تملوها بعد خمستاشر سنة. نحنا الان اصبحنا نتبنى قضية مصر. جابوا لنا وزيرة بتاعة خارجية ما مصدقة تبقى وزيرتها. انت خايفة مالك. انت خايفة يفتح عليك الملف حاجك. انت معاملة. مريم انت معاملة. انت زمان مشت باحت قضية الثورة. نحنا زمان وقديننا قلنا مريم مشت وسيلك ماشو الامارات يستلم وقلوش يتو قال لك كلام ده كضي. كلام ده واكضي والله. ده تعرفوا داك الواقع شوفوا جدا. لما انتهت المفاوضات وفشلت المفاوضات كانوا في مفاوضات. قال مريم جات شوف اللقاء الحميمة دا. قال ليك جات معك. جات معي وزيرة خارجية المصري في طيارة واحدة. ليه سمح ما سكتي معك يا وزيرة خارجية لا سوبي. ليه? ها سيتي اجداد بتعقحت. اشتغالين. السيوبيا شقيقة بلادي واخت بلادي. ليه ما كانت اكلموا المنصورة اقول له يا اخي وزير خارجية السيوبيا دي. ليه ما جابت معي وزير خارجية السيوبيا في الطيارة. ليه? ليه جات عاملة شير معي وزيرة خارجية المصري. ليه? يعني شنو اللقاء الحميمة دا. انا بالنسبة لي مصير دي? اصلا انا شوفها وريكم. انا بالواضحة لا قاعد ازي الساعة. نحن ما ادمرنا الا مصير دي. اصلا السودان ما ادمره الا مصير. الدولة الوحيدة اللي حولنا الما تتمنى ان السودان دا ينهض. لانه لو السودان نهض. لو السودان نهض. اقتصاد بتاع مصير دا بيتجاهية. نحن دارين انا نكون البوابة الخلفية لمصر. مصر دايرة كده. مصر دايرة السودان دا يكون قاعد كده. مع الليلة 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 تعال خش الدكاقين. اي حاجة بتاعت السودان اي شي بيجي من السودان تلقاه مكتوب في مصير. اي شي بيجي من السودان مكيس مغلف مصر. كله الدكوة. اي حاجة. اي شي. اي شي يخطر بيبالك. اللحمة. اي شي يخطر بيبالك. الجلو. اي شي يخطر بيبالك. الليلة تخش السوبر ماركت تلقاه مكتوب في مدين ايجيب. اول ما تلقاه مكتوب في مدين ايجيب. انت عارف انه ده ما احد ايجيب. ده حاجة من احنا. لكن مشه با وين? مشه بالتهريد. مشه تحت العمالة حقتهم. يفتحوا البلد بيتحت. هم الاقتصاد حقهم قائم على كده. مصر لا تتمنى نهضة السودان. لانه نهضة السودان ستجتع الطريق امان مصر. نحن بس هسي السودان ده? السودان ده لو نهض. اتدمر الزراعة في البلد منه. هسي نحن وصلنا اتدمر الزراعة في السودان منه. منه اتدمر الزراعة? نحن ستة وتسعين وصلنا الاكتفاء الزاتي من القمح. ستة وتسعين. ستة وتسعين لما كان وزير الزراعة جنيف السودان حقق الاكتفاء الزاتي من القمح. هل حصل شنو? هل حصل طوالي حصلت لينا ردة. شاله جنيف طوالي تأمر عليه شاله. شاله نصالح منه. لانه مصر. مصر ماذا اريد انت تزرع؟ ليه؟ مصير بس ماذا اريد انت تستخدم الموية دي؟ الثمنتاشر مليار متر مكعب ونص دي مصير ماذا اريد انت تستخدمها؟ هس يتعجم خبرها الريد قلونا السودان بيستخدم كم في الريد؟ اطلع كده امسك النيل ده اطلع مين النيل ده اطلع كده ابرو كده لحد يتوصله في شمال ده كله القرى انا مشيطة شريطة النيل ده كله كله بيشر Carolyn واجبه كله بيشرب كله مصاب مصاب باكلة وكله مصاب بأمراض الشريط بتاع النيل ده تبدأ شريط النيل ده كده لما تطلع توصله لحد الحدودة المصرية انا ماليجيت النازل اغلبهم بيشربوا مويب اViب وتاعت ابار مالحة ما قادرين يشربوا من النيل ده النيل الاeffectiveه يموت فيه حتى زراع حقتهم زراعة محدودة جدا ما قادرين. لانو محكمين. نفس السياسة بتاع ت personnel спасكر PyME المصري الزمان كانت موجودة الكالرات بتحكمها على الالايلا قاعدين لا الالايلا اننين لها المشاركب الشركة الاللاء. هس الشريط بتاع الاللاء البمنع انه يكون من اغنى من اغنى مناطق السودان شوه? البمنع شوه? البمنع انه الشريطяни تعال الاللاء يسخدم ميهة الالالي ده في الزراعة وهما اصلا ما بيحتمدوا على الزراعة المطارية بيحتمدوا على الزراعة المروhية. البمنع انه النيل ده تبدأ من نهر النيل دي تطلح كده وتمشي وانت مارك ماشي لحد اخرى الشمالية